السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم مهندس الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية رجعنا لكم فيديو جديد وميز من ضمن سلسلة نباتات سهلة العناية بالمنزل واليوم موضوعنا كتير مميز عن 5 نباتات متحملة للبرودي ومتحملة للصقيع كتير من الناس تشتري نباتات داخلية وبتتفاجأ أنه بفصل الشتاء تموت وبتتعفن بفعل برودة الطقص أو الصقيع لهيك اليوم جمت لكم 5 نباتات متحملة للبرودي وفيك تضمن على أنه تعيش عندك بفصل الشتاء إن شاء الله طبعا هذا الشي من خلال تجربة عدة سنوات وما تأثرت هاي النباتات قبل ما ندعو هذا الفيديو لا تنسوا أنه نحط لايك الفيديو واشتراك بالقناة ونفعل زر الجرس ولا تنسوا والأهم من هيك أنه ندعي لأخواتنا بفرستين أنه رب العالمين يفرج عنهم ويحميهم وينصرهم على القوم الظالمين وهلأ خلينا نبلش فورا بالفيديو إذا كان بدك نبات أخضر صيفا وشتاء ومتحمل للبرودي والحرارة وأيضا معمر فما إليك غير نبات أقلونيما أو نبات ورق الليمون شوفوا ما شاء الله هاي الأوراق خضراء صيفا وشتاء وأيضا هذا النبات معمر وطريق إكثاره كتير سهلي جدا إذا بتحبوا تشوفوا في فيديو ومفصل عن هذا النوع اللي اسمه أقلونيما ساتيفهم أو ورق الليمون رح أترك لكم رابط الفيديو تحت بصندوق الوصف شوفوا أو رح يطلع لكم هون بعلامة الآي شوفوا لأنه هذا النبات ننصح فيه كتير نبات غير متطلب وأيضا كتير جميل وما بيحتاج أي رعاية ومتحمل لجميع الظروف الجوية وبعد ما تكلمنا عن نبات ورق الليمون لازم نتكلم عن نبات الشفلرة نبات الشفلرة من أجمل النباتات الداخلية المتحملة هذا النبات ما نبحاجي لأي شي حتى احتياجته للإضاءة قادر عن أنه يتكيف مع الإضاءة الضعيفة ومع الإضاءة القوية حتى أنه قادر على التكيف مع أشعة الشمس المباشرة نبات جميل جداً أوراقه على شكل راحة اليد جميل وبيلتأى أحياناً بلونين مثل هذا النوع اللي شايفينه بنصحكم باقتناء وطريقة أكثر والعناية فيه وسهلة جداً إذا بتحب تشوف العناية فيه بشكل مفصل رح أترك لك فيديو مخصص عن نبات الشفلرة شوفوا بعد دهاية الفيديو رح يطلع لك بعلامة الآي أو رح أترك لكها تحت بصندوق الوسط طبعاً بما أنه عم نحكي عن نباتات المتحملة البرودي لازم نتكلم عن نبات مونستيرا أو نبات القفص الصدري أو نبات كف الدوب شوفوا ما شاء الله ما أجمل هذا النبات وما أحلى أوراقه وأيضاً عندنا هذا النوع اللي تكلمنا عنه بفيديو حديث اللي هو مونستيرا قناع القرد من أجمل النباتات وأيضاً شوفوا ما شاء الله هاي الثقوب بتعطيجة مالية رائعة هو كمان من جنس المونستيرا لهيك هو أيضاً متحمل لبرودي ولكن هذا النوع صاحب الأوراق الكبيرة أو المونستيرا العملاق بيكون متحمل لبرودي أكتر من هذا النوع فهذا النوع ما بنخاف عليه إن شاء الله من البرودي وهذا النوع كمان ولكن درجة تحمله بتظل أقل من المونستيرا وإذا تحبوا تشوفوا فيديوهين منفصلين عن هذا النوع أو هذا النوع راح أترك لكم الفيديوهين تحت بصندوق الوصف شوفوهم بعد نهاية الفيديو أو راح أتلع لكم هون بعلامة الأي والنوع الرابع هو نوع فيكوس بن جامينا الأخطر هذا النوع من أكتر النباتات المتحملة للبرودي وأيضاً متحملة للحرارة طبعاً ممكن أنه يتأثر بفصل الشتاء ويتساقط بعض الأوراق ولكن بيضل عندنا قسم كبير من الأوراق موجود فما في خوف عليه إن شاء الله وبفترة الربيع بيبلش تطلع الأوراق من جديد وبتعطينا أوراق لماعة دليل على أنه صار عندنا أوراق جديد والنبات نفد منفصل الشتاء إذا تحبوا تشوفوا فيديو مفصل عن هذا النبات وعن النبات المشابهة اللي اسمه فيكوس هاواي الأبيض راح أترك لكم رابط الفيديو تحت بصندوق الوصف أو راح أتلع لكم هون بعلامة الآي فيكم تشوفوا بعد ما تشوفوا هذا الفيديو طبعاً وما منكون حكينا عن النباتات المتحملة للبرودي إذا ما حكينا عن النبات اليوغا اللي شايفوني وراي هذا النبات عمره أكتر من عشر سنوات من أكتر النباتات الداخلية المتحملة سواء للحرارة أو للبرودي أو للعطش أو لأي شيء بيخطر ببالك نبات كتير جميل جداً وغير متطلب ننصحكم باقتناء واللي اسمه اليوغا طبعاً أنا قبل هالمرة كلمت عنه بالفيديو ونفصل كمان راح أترك لكيها تحت بصندوق الوصف بعد ما تخلص هذا الفيديو فيك تشوف كل الفيديوهات اللي حكينا فيها عن النباتات اللي انذكرت بهذا الفيديو نبات اليوغا كمان اللي ميزي مثل الشيف ليرة لأنه قادر على التكيف مع الشمس مباشرة أو التكيف مع الإضاءة القليلة فهو نبات بتكيف حسب البيئة اللي بتحطه فيها وأيضاً النبات كتير متحملة بنصحكم باقتناءه طبعاً في كتير نباتات أيضاً متحملة للبرد ولكن هاي أكتر خمس أنواع متحملة للبروديو ما بنخاف عليها أبداً لهيك بنصحكم أنه تقتنوها وتشتروها مهما كان ثمنة لأنه هاي النباتات ما خسارة أنك تشتريها وهي بشكل عام أرخص من النباتات الغالية الثمن اللي بتتأثر بصقيع وبرودة الشتاء مثل أنواع الدفن باخية والأنواع غالية الثمن واللي بتموت غالباً بفصل الشتاء إذا اتعرضت المنطقة للصقيع ولهوم نكون وصلنا لهاية هذا الفيديو إذا تحبوا نعملكم جزء تاني عن هاي الفقرة أو عن نباتات بتتحمل البرودي نباتات داخلية تحمل البرودي تقول لي داحت بالتعليقات إذا لقيت في تفاعل لهذا الفيديو رح أعملكم جزء تاني عن خمس نباتات أخرى أيضاً تتحمل البرودي وإذا كانكم سؤال عن هاي الحلقة أو الحلقات السابقة تركوا ليها تحت بالتعليقات كان معكم أخوكم مهندس الزراعي نذير الشيخ خالف من قلات أفكار الزراعي صلوا على رسول الله ولا تنسوا أنكم تحطونا لايك الفيديو واشتراك بالقناة وأنه نفعل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته